أديكو شفتوا حضراتكو وصلنا لغاية فين كل ده بسبب ان اتحاد كرة القدم لا يستطيع هو اتحاد كرة القدم بديو بينكو برضو ما هو اتحاد كرة القدم مش عارف يحمي نفسه فحيحمي الكوادر اللي عنده او الخبراء اللي عنده اتحاد كرة القدم كلهم تم التجاوز في حقوقهم معظمهم يعني تم التجاوز في حقوقهم وما فيش حاجة حصلت فحيعرفوا يحموا الخبراء الاجانب اللي حيجبوهم وبالمناسبة عايز اقول لحضراتكو حاجات تعرفين انهم قالوا كده لك لا تنبير قالوا دي حاجات اعلامية كبر دماغك بنفس المعنى ده فالرجل الحقيقة فقد الامل بسبب سلبية اتحاد كرة القدم اللي كان يجب عليه اتخاذ موقف واضح من كل هذه الامور ولكن في النهاية اوكي عندنا رئيس لجنة حكام استقال فضحنا في العالم كله وفي انجلترا تحديد في انجلترا يعني كل العالم بيقرأ في حد ما بيقراش في حد ما بيقراش ذا سن حد في اوروبا يعني ما بيقراش ذا سن حد ما بيقراش الميرور حد ما بيقراش توتو سبورت الايطالية واتحاد كرة القدم سايب الفضايح اللي حضراتكم شايفينها وبتشوفوها وبتسمعوها وبيدور على الشرط الجزائي ماشي دي حاجات ادارية بيعملوها ولازم تتعمل ولكن كان يجب ان يتم حماية هذا الرجل قبل ما يمشي وقبل ما يضع مثل او هذه الصحف الكبيرة تضع مثل هذه العنوين عن الرياضة في مصر الرياضة في مصر مش كده انا كنت اتمنى ان ننقى بالرياضة في مصر عن هذه الامور بان احنا نتوصل الاتفاق مع مارك كلاتنبرج ويتم حمايته لانه ده اقل حقوقه ان يتم حمايته احنا نقدر نتكلم ونقدر نرد ونقدر نشوف ايه اللي بيحصل ونرد على كل الكلام وكل الاساءات والتجاوزات ولكن دايما بمبدأنا وبمبدأ النادي الاهلي وباخلاء النادي الاهلي عارفين كل اللي بيحصل ده ليه وكل المؤامرات ده ليه اعتقد عشان الاهلي حكم او حكم قبضته او احكم قبضته على صدارة الدولة كل شيء ممكن يتغير كرة القدم احنا شفنا فيها كتير لكن فيه ناس عايزة ترجع للاحتواء تاني ويرجعوا يكسبوا بروح البروتوكول اللي محدش عارف حتى هذه اللحظة يعني ايه احتواء ويعني ايه روح بروتوكول لانه الاهلي في هذا الموسم وفي ظل عدم وجود احتواء وعلى الرغم من انه كان بيتعرض لظلم تحكيمي واضح ولكن هناك غياب للاحتواء اتحاد كرة القدم ومع المسؤول اللي نفسه يرجع ويسيطر على لجنة التحكيم عملوا هذا السيناريو اللي حضراتكم شايفينه علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت او ترجع زي السنتين اللي فاتوا بس احنا لن نسمع ابدا وحندافع عن حقوقنا وعن حقوقنا دينا وعن الصالح العام للكرة المصرية لاخر لحظة واللي حصل قبل كده ان شاء الله لن يتكرر مرة اخر اشتركوا في القناة